موسيقى صباح الخير لكل المشاهدين اليوم الجمعة دايما انتوا بتعرفوا انا جمعة وثابت شو بقول بقول انه بلش تخلص الجمعة بلش يخلص الاسبوع وبركي اذا كان عنا سكتجول كتير لودد وعنا بروغرام تمرين كتير ملتزمين احنا فيه منبلش نحس بشوي التعب هون اكيد بيزورنا العقل تبعنا وبيقلنا لأ مشان هيك انا بقلكون حتى لو بتكونوا تعبنين لازم تستعملوا العقل تبعكم كرميل تعملوا موتيفاشن لحالكم انسبريشن والموتيفاشن هني اهم عاملين بعالم الرياضة وببعض من الاحيان بيتقدموا على العامل جسدي خليني احكي اليوم عن الريتشول تبعنا اذا بدكون عن الشي اللي عم نحضر له بكتير باشن لكلنا سوى كليبنانية نتشارك فيه الهانبل ريس بسبعة سبتمبر 2014 بيزابتكم رعاية مباشرة من ايات الجيش اكيد بدعم مباشر جدا 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 معنوي ولوجستي من فوج مغوير البحري اللي بوجهله اسمة التقدير والاحترام خلينا نشوف الترايلر سوى ونرجع نكمل مع بعض حلقتنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وبعد هيدا الترايلر لح تعودكم نشوف لوغو سوا لما يصير حاضر اللوغو لح نشوفه سواهو بكل بساطة لوغو فوج مغوير البحر يلي برجع بقلكون بدعم مباشر منه ببارتنرشيب مباشرة من الام تي في كمان ونقل مباشر من الام تي في اليوم هيدا اللوغو شفناه سوا اليوم لح احكي كتير انا عن الكور ولح فرجيكم صور بهيدا الاطار لانه لح نعمل كتير من البلانكس اليوم لح نعمل مني بلانكس مني تايب اوف بلانكس اليوم اول صورة كمان لما تكون حاضرة من فرجيها بكل بساطة الزيح الاسود هو زيح جاليس بفرجينا من دينتنا لحديد الانكل تبعنا كيف الالاينمينت لازم تكون اذا بتطلعوا بجسمها بتشوفوا انه منه جاليس مثل الزيح الاسود المخطط فوقه ولكن اذا بتلاحظوا انتو الاعضاء يلي حكينا عنه نشوفوا كيف اطعيم بنفس النقطة مما بشكله خط مستقيل من اللو ناتشرل الالاينمينت اوف دو بادي بنتقل للصورة التانية وبحكي فيها او بحكي فيها عن اربع قصام عضلات المعدي وخاصة لترانسفرس ابدومنس الانر ابس تبعونا يلي هني بيحمولنا الانترنل اورجنز شوفوا مخططين كمان ملونين بالازرق بدي اذكر انه انا كمان بساعد بالتنفس ترانسفرس ابدومنس ليش لانه ملتسك بالديافراجم تبعنا بساعدنا على التنفس وبساعدنا لنحمي الاعضاء الداخلية خليني بلش بابسط الحركات ابسط بلانك ممكن تعملوها في ناس ما قولي يقولولي هايدي حركة كيرا هيني انا بردوا بقول لهم لح تكون هالحركة صعبة على بعض من الناس اللي ما بيعملوا رياضة بحياتهم يلي ما عندهم عضلات قوية كافية لاتخليني يقدوا هايدي الحركة مجموعة من العضلات بتكون عم تتعاون مع بعضا لتعمل هالحركة لحبلش من هون للي ما بيعملوا هيدا النوع من التمرين اللي حتحسوا شوي من الرجفان انتو عم تعملوا الحركة مرة عمرة منعمل الحركة منعدل فيها منزيد عدد السواني اللي عم نشتغل عليها هون وهيك منصير نبني ونقوّل عضلات طبعولنا بدي يكن تعرفوا انه التمرين هو learning process ما فينا نكون من اشخاص ما منتمرن وبعض اسبوع اشخاص كتير منعرف نتمرن it's learning process هي اذا بدكن بدنا ندلنا نتعلم بهذا العالم كاستركتورز كمان كلنا مندلنا نتعلم كلنا مندلنا نكتشف ايشة جديدة نعمل ريسورتشة طبعولنا مشاناك ما حدا باسبوع او باسبوعين على short term يفكر انه هو اللي حيقدر يهد يحقق الاهداف طبعوله خليني روح اصعب شوي لما روح اصعب شوي بعدني على اجرية عليت ايدي لهون بعد للخمسة وبنتقل لها تاني ايد واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة معدية مشدودة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وسويتش بوقف على مهله لحلها بلش حط على تمرين طبعي من هون لما كنت على الارض خاصة باول حركة كنت عم بحكة عند شي اسمه في عندي amount of stability عالي ليه لانه جسمي ثابته على الارض الارض ثابته هلأ اجرية لاحيكونوا عالين ولاحيكونوا على الفتنس بول اذا بترك الفتنس بول بتروح لحاله متحركة فيها bouncing effect منة مسطحة يعني فيها كل العوامل اللي ما بتخليها تكون stable تحت اجرية هون شو بعمل انا لازم اعمل لعدة عضلات باولوا الكور طبعي الابس طبعو الكلمة الحافز على الباصشر طبعيته من هون على مهل على ايدي وعلى الستاب وعلى روس اصابيعي بطلع لفوق جسم جالس رقبتي ما بتطلع لفوق رقبتي بتكون جالسة كمان بقدلة العشرة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانة جسم جالس تسعة وعشرة على مهله رح يكون في كمان نقلة نوعية لا ووركاوت رح تشوفوا إشا كتير جديدة إشا كتير مبتكرة إشا كتير قوية كمان رح تحسن من نوع التمرين تبعكم من نوع حتى تفكيركم لعالم التمرين لكن رح تهدى بالبار ومن هون رح انزل لتحت وهلأ اجريي جالسين رح ارفعهم لفوق ولح سبت اجريي فوق وعد للعشرة قبل لفوق من هون بسبت بلا ما اعمل سوينج بعد واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة وشوي شوي لتحت عشرة بورفكت لحيرجع انتقل لنوعتين من البلانكس وانا بقلكم عم بستعرض عدة حركات يعني مش عم بكون عم بعمل النوع التمرين يلي عادة منعمل يعني من نقق حركة ومنرجع منصير نقديها مرتين او تلات مرات او اربع مرات بعدة معينين انا اللي عم بجرب اعمله هون عم بختار عدة حركات ممكن انتوا نقوم ليه بعمل هيك بعمل هيك لانه بكل بساطة الفقرة تبعيتنا تعليمية نحنا نعطيكم هدا الشي اللي انا بقوله دايما اول step بعالم التمرين بعدين you are on your own بعدين لازم تعتمدوا على حالكم تعتمدوا على الـ goals تابعولكم على الـ programs تابعولكم على الـ instructor اللي بتعاملوا معه على الجيم اللي بتروحوا معه على الـ التي بتحكوا معه او معه على الطبيب اللي بتستشيروه لتاخدوا الضوء الأخضر قبل ما تبلشوا التمرين تابعكم هيدا اسمه networking لما اعمل networking للـ lifestyle تابعي ما ممكن ما اكون اكيد بكتير من المحلات ليش نستعمل advisors وناس مختصين بمواضيع معينة مثل مسيو حالب هلح بعدين يكون معكم اكيد كل مواضيع الحياة لازم نكون عم نحكي مع اخصائيين فيها لانو هن بيعرفوا الجواب من ضمن دراستهم من ضمن الاشياء او الـ practices اللي عملوها من خلال كاريير تابعيتهم لحروع على side plank فينا نعمل side plank بهالطريقة easy في اعمل side plank بهالطريقة في اعمل side plank مع وزن لعدل العشرة واحد اتنين تلاتة اربع بضبط اجرية خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة فيه كمل خمس مرات انزل لتحد مع الويت up la four two three four and five switch لتين امين على مهله بيخد نفس عمية بروح على position اول شي بالا ويت ما بيطلع بال position قبل ما امن posture صحيح من هون قبل فوق لكن في يكون هيك في يكون هيك وفي يطلع بالوزن لفوق واحد اتنين ثلاثة بياخد نفس عمية ثلاث مرات فضي مرتين كمان بياخد نفس فضي كمان مرة بياخد نفس وفضي what a day what a way to start your day بطريقة كتير حلوة خاصة هلأ لما اعمل انا ويندو مع زميلي ألبير هاي ألبير سبع الخير أمين كتير حابب اسرد اسرد على المشاهدين الواقعة اللي صارت معك تحت الهواء أول مجيد هلأ هي صارت معك الواقعة ما صارت معي أوكي معي معك مش مشكلة مهم انه الفاكت هو بقول انه انا شفتك لابس تي شورت ياريت بتفرجية للمشاهدين وقلتلك بهل هيك بهل impression بقللك واو مان بقللك واو مان سي مان بقللي انت نونو سي جولدوراك وانا على طريقة زميلي وحبيبي وشخص كتير بحبه بحضره دايما قلتلك كيف يعني عاد الكرم قلتلك انا فت بكون في بقلتلك هدا جولدوراك قلتلك جولدوراك جولدوراك انا تغنيتلي الغنية هلا قلتلك يا ألبير انا بعرف علي علي بطل فليد وبعرف دوك فليد وعرف كوتي قلتلك امتى بتعرف برانساس مين لا قلتلك كان اسمه اكتاريوس برانساس مش برانساس اكتاريوس هو بيصير جولدوراك ما بعرف ما بعرف شي قلتلي هيك فيه برانساس فيه شي على كل حال انا قد مشاهديننا بموه صراحة هيك فيه كونفيوجين كتير لانو انا ربيط على انه هيدا جريندايزر وطلع بالنهاية اسمه غولدوراك مع لفظ ألبيرت حومي المشهور اختلفنا بشو حضر حضرنا نفس شي بغير لغات بس بعدنا نفس الشعب ونفس العالم ونفس البلد شفت الحياة شو حلوة صحيح محضرناه بالياباني مفروض مصبوط لانا كان كبير لانا كاتب تحته حارب بالعربة وغولدوراك وحارب وكتير اختلطت علي الامور على كل حال بدله هو علم من اعلام طفولة اذا بدك جريندايزر والبطولات اللي كان يعملها صح انا افضل سلاح كان عندي هو الرزة المزدوجة ما بعرف شو بتسميها بالفرانسية صراحة مش لاحروح راونيك انا بس بكتفي بالقدر رحقول للمشاهدين شكرا انا بشوفكم بكرا مع تيم اللارات بكاردو باصل وشاهدين بريك مع غولدوراك